السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فمصدر جميع الكتب السماوية واحد وهو الله عز وجل وكان أحبار اليهود يعلمون نعت وصفة رسول آخر الزمان من كتبهم وكانوا ينتظرون قدومه ويظنون أنه من بني إسرائيل فلما بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم من العرب امتلأت قلوب أحبار اليهود حقد وبغي وحسد وتقبر فذهب الطائفة من أحبار اليهود إلى كتبهم وألقت ما فيه من نعت وصفة النبي القادم خلف ظهورهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم الموافق لما معهم من الطورة طرح فريق منهم كتاب الله وجعلوه وراء ظهورهم شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته فكثيرا ما كان اليهود يستفتحون على المشركين ويقولون لهم قد آن زمان نبي يبعث فينا ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم مصدقا ومبشرا ونذيرا عمد أحبار اليهود إلى قراطيسهم وألقوا ما فيها خلف ظهورهم وألقوا أيضا بالقرآن الكريم رسول من عند الله جاءت رسول النكرة للتعظيم والتفخيم ووصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه آت من عند الله تعظيم فوق تعظيم وفيه إغراء للناس جميعا لدخول الإسلام وكبول دعوته وفيه أيضا إنكار لمن عاند دعوته وجحد نبوته ولم يعمم القرآن وقال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وهذا من عدل وإنصاف القرآن الكريم في التعامل مع أهل الكتاب وراء ظهورهم كناية عن الأعراض الشديد والتولي البغيض فطرحوا الطورة وراء ظهورهم ولم يعودوا إليها مرة أخرى ورغم أن ما طرحه اليهود وراء ظهورهم هو الأجزاء المبشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن طرح الجزء كطرح الكل ومن تعبيرتنا ارمي وراء ظهرك لما تتكلم عن حاجة مش عايز ترجع لها أبدا كأنهم لا يعلمون بما في التوراة من نعة وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم في الحقيقة يعلمون علم اليقين ما فيها وفي الآية الكريمة سخرية خفية من اليهود وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه وقال له كيف تجدون نبي الله في كتبكم فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد أشد وشرح لنا سفيان ابن عينية نبذ أحبار اليهود للكتاب خلف ظهورهم فقال أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يعملوا به فذلك نبذهم له فهل نحن ممن ألقى الكتاب وراء ظهورهم هل نحن ممن زين الغرف بالقرآن الكريم ولم نقرأه ولم نتدبره ولم نعمل به هل نحن ممن أهدى الكرآن ولكن لم يهتدي بالقرآن هل نحن ممن انشغل عن الكرآن بالأغاني والأفلام اللهم لا تجعلنا ممن نبذ الكرآن وراء ظهورهم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة